سيد محمد الجرح وضع مجلس النادي الأهلي ألف مبروك يا فندم دائما موفقين وأعتقد حطيته برنامج انتخابي عدتوب مراحل الحمد لله يعني احنا من أول يوم شغالين على برنامج واضح هدفنا الوصول لكل جماهير النادي الأهلي في كل أنحاء الجمهورية نادي الأهلي يعني جمهوره ليه حق علينا كبير يمكن احنا انطلقنا النهاردة من قلب الصعيد محافظة الأسر ويمكن يعني ده نتاج عمل الوحدة الاقتصادية والحمد لله يعني ببرك لجمهور النادي الأهلي وببرك لعضاءه وخصوصا لأهلنا في طيبة الأسر يعني أحدك كمان نائب في البرلمان المصري عن الصعيد وأعتقد خطوة كبيرة جدا النادي الأهلي يكون موجود في الصعيد هتفيد اجتماعيا ورياضيا النادي الأهلي قوة كبيرة جدا أهل الصعيد يمكن معظمهم أهلوية من احتكيت بمعظم أهل الصعيد أنا بمثل من الجيزة على حد أسوان فهم معظمهم مهتمين بالنادي الأهلي منتمين جدا فكرة النادي الأهلي ده كان دايما يطلبوا بيها كلهم عايزين أن هم نادي موجود في وسطهم يقدروا أن يطلعوا أولادهم ويشاركوا وأن أنت تبني أبطال شكرا لفهم رجالك يا رب دمائم التوفيق ودايما النادي الأهلي عنده مجلس تدار بروحة لفهم الحمر أشكرك أشكرك شكرا